يمكن برضو تشاركنا في الفكرة أكتر توسع فيها دائماً منستخدم فكرة الفادي المسيح كابن الإنسان ليه لازم يقوم بكل هذا العمل وشو الصفات حتى يكون هذا الفادي الفادي هل ينفع زبيحة دموية؟ هل ينفع حيوان؟ يفدي إنسان؟ حاجة أقل من رضبته يفدي؟ لا هل ينفع إنسان خاطئ؟ يفدي إنسان بار؟ أو إنسان خاطئ يفدي إنسان؟ لما الخاطئ عايز اللي يفديه طب هل ينفع إنسان بار؟ يفدي إنسان؟ لما هو في بار؟ طب نجيبه منين إنسان بار؟ ليس بار ولا طب وجد إنسان بار يبقى يفدي واحد إحنا عايزين شخص إنسان عشان ينفع يبقى بديل للإنسان لكن له إمكانية أنه يعمل عملة وحدة تكفي ربنا باختصار شريع فشاني يقول وضع قليلاً عن الملائكة الملائكة لا تفدي؟ لأنه مخلوق لأنه خلائك مش جسد إحنا عايزين واحد زي بلغة أيوب ليس بيننا مصالح يضع يده على كلنا تمنى أيوب واحد يصلحه مع ربنا عايز إيه؟ المصالح يمسك بأيدي يحس بي يخدني بأيدي ويقربني لربنا طب ما اللي يمسك بأيديك ده يلزم يكون إنسان زي ويوصلني لربنا ويتكلم عني بلسان بشري ويعمل عمل يرضي ربنا اللي يرضي وصل لربنا ده لازم يكون يساوي الله هنجبه لك منين ده واحد يجتمع فيه اللهوت اللهوت والناسوت نجبه لك منين هو كده لكن في المسيح إنسان يقدر يمسك بأيديك ويبقى بديل عني لأنه إنسان زي ويقدر يموت بديلي يقدر يسدد الفطورة بتاعتي لكن لكونيها الله عمله له يعني كفاية عمله ونتائج عمله تكفي ربنا وأكيد هو الوحيد الذي يرضي الرب ويوفي المطالب الإلهية لكن كإنسان لازم يكون كامل كامل بلعي وإلا محتاج هو فادي طبعا لو هو فيه عيب ما هو يبقى هو نفسه محتاج فادي ترجمة نانسي قنقر 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 ترجمة نانسي قنقر